بسم الله صلاة والسلام على رسول الله نشتركين جدد نقولكم مرحبا بكم متابعين نقولكم دمتم اوفياء القناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا هريسة تقدروا تديروها في كل الوجبات تقريبا في السندويتش في الطاكوس في الشاورمة في أي وجبة تحبوها نبدأ على بركة الله بلا ما نطول عليكم نحتاجوا فيها فلفل أحمر حار كما راكم تشوفوا وراهو الوقت نتاعه نغسله وننظفه بعد ذلك أنا وزنته لقيته كيلو ونص نفرغه في كسكاز ونزيده نضيفه له الفلفل الحار هذا المجفف أنا شريت بعشرين الف جاتني هذه الكمية غسلتها ونظفتها وكذلك راح نزيده نضيفه للكمية نتاع الفلفل هكذا باش تضمنه لهريسة انتعكم راح أجيكم حارة مش نرمال نزيده نضيفه عليها سنينات من الثوم تقريبا عشرة فصوص ثوم متوسطين يعني ما همش كبار كما راكم تشوفوا نوزعهم على كامل الكمية نتاع الفلفل ونحطهم يطيبوا على البخار مدة تقريبا ساعة كاملة وكل ربع ساعة نقلبوا الفلفل هكذا باش الكمية كامل يعني يدخلها هذك البخار والطيب مليح بعد مرور ساعة كاملة راح ننحو الكسكاس ونحطوه يكتر مليح نخلوه حتى يبرد تماما ويخرج الكمية كامل لانتاع الماء اللي فيه هنا بعد مبرد كما راكم تشوفوا وشوفوا كمية الماء اللي خرجت منه نحتاجوا بعد ذلك هذه الرحاية اليدوية يعني هذه راحة تساعدكم مليح مليح تقدروا قبل هذه الخطوة تحطوه أو ترحو في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك تعاودوا ترحو في هذه الصفايا اليدوية ولا تخدموا مباشرة كما درت انايا مباشرة تخدموه في هذه الرحاية يعني راح تحصلوا على نفس النتيجة وتربحوا يعني شوية وقت نزيدوا كمية من الفلفل ونرحوه بكل سهولة ونزرعان تعال الفلفل والكشور راح يبقوا كامل فالرحاية من فوق ومناش راح نرموهم راحين حتى هما نستغلوهم في بهارات أخرى اللي هي البابريكا أو الفلفل حار راح نحطوهم في صحن ونفرشوا عليهم ورق الطهي ونفرغوا هذه الكشور والزرعة ونحطوهم في الشمس حتى يبسوا مليح بعد ذلك ترحوهم عند الحطار ولا ترحوهم إذا عندكم رحاية خاصة بالبهارات ترحوهم في الدار هكذا تتحصلوا على الفلفل حار أو الفلفل العكري أو البابريكا ولكن راه تكون حار ريسر يعني من الاحسن انكم تخلطوا معها للفلفل بارد أو الفلفل اللي ما هو شحار هكذا تكون متوازنة ما تجيكم شحارة ياسر ونكملوا نرحو الكمية المتبقية وهذه الهريسة شوفوا كيفها تخرج ثقيلة والفلفل كي ما أقولت لكم نشرحوه هكذا ونحطوه في الشمس حتى يبس تماما بعد ذلك ترحوه وتتحصلوا على البابريكا نرجعوا للفلفل اللي نتعنا نكملوا كي ما أقولت لكم الكمية كامل اللي ما زالت بهذه الطريقة بعد ما كملت الكمية كامل هذه هي الهريسة اللي تحصلنا لها تتحصل عليها ثقيلة كي ما ركن تشوفوا ما فيهاش سوائل يعني ناشفة ورح نضيفوا لها التوابل منهم الملح وشوية كصبر وشوية كروية كذلك مرحيين ونضيفوا لها القليل من الكمون الأخضر مرحيين ما تكثرواش منه ونخلطوهم كامل مع بعض هكذا ونضيفوا عليهم زيت زيتون نضيفوه بالتدريج كل مرة نضيفو شوية ونخلطوه حتى تتحصلوا على قوام الهريسة هكذا بالتقريب كاس زيت زيتون والهريسة راه يحضر معنا كي ما ركن تشوفوا نحطوها في زجاجات أو علب زجاجية ونحطوها في الثلاجة وتقدروا تستعملوها كي ما قلت لكم في الصندويتش في الشاورما في الطاكوس في القارنطيطة وفي العديد من الوصفات الخفيفة الصيفية ولوصفات الرمضانية بما أنه شهر رمضان المبارك راهوا على الأبوال وتخدموها في الدهر أحسن من اللي تتبع لبرة وشوفوا القوام التاحة كيفاش نجي واللون التاحة ثاني جات بنينة ياسر ياسر والأهم من هذا حارة ما شاء الله هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى أنكم فتكم ولو بالقليل ما بقى لي غيرا نقول لكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليس لكم كل جديد وبرتجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم